نيو بروجيكت اختاروا جافا ام اي بالكاتيجوريوز وبالبروجيكت اختاروا موبايل ابليكيشن اول واحدة من فوق راوز كاما مرة شلحان عفودها ما حشيفش لي عدي بدي في عينكم ماي ان بي تختاروها بتحطه اوبين هاي واحد اسم له بروجيكت انا بدي اكتب مثلا عشان اعرف هذا عاشر احداش احداش واحد اوكي نكتب فيرست بروجيكتا فيرست فيرست بروجيكتا تقول اسم اللي بدكوا اياه طبعا انتو ست مين بروجيكت بتقول هيك بش بكون عندك هون في كثير بروجيكت ست مين بروجيكت بتقول انو بس عصة هاي اللي بلاي هادو المثلث الاخضر بيشغلي البروجيكت اللي هو مين شو بيكون هون معلم بيكون لونه غامق ها ببولد معموله خلوه اسم نشوفها اعملو نكست هون اسم مهم جدا تختاروا سي ال دي سي واحد واحد اليوم هون 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 بتختاروا سي ال دي سي واحد واحد ام اي دي بي ثنين مش اثنين نقطة واحد ليه؟ او سي ال دي سي واحد واحد ام اي دي بي ثنين كل بيليفونات تقريبا انتم خط بهاي التخنولوجيا موجودة عند الكل حلو؟ هاي شوي نادرا ما تلقوها عند حدا بالبليفونات و سي ال دي سي واحد نقطة صفر فيها مثلا طيكم مثال كاش كل المحلكوت الي احنا بنحتاجها اليوم مثلا راندوم بليفونات الاديمي كانتش فيها راندوم سي ال دي سي واحد صفر فش فيها راندوم مثاله سي ال دي سي واحد واحد فيها راندوم اذا احنا بالوقت الحاضر نختار دائما هيك هون فعينكو انواع بليفونات شايفين وان كاميرا هون فعينكو انواع بليفونات تختاروا ال قبل الاخير مكتوب default fx phone بيعسر تختار البدك اياه بس احنا راح نستعمل هذا اكتر اشي default fx phone فعينكو انواع بمصاخ مقاعب كبسات و بكل منه اصلا هذا مش موزود بالستة خمسة هذا الاشي اوكي next او finish كمان تقدر تعمل الكل يروح على source و يعمل و يختار java واحد شو هذا الباكج بالنسبة لنا هو عبارة عن تكية فيو انا بقدر احط هو حفلة بقدر احط فيو ايش عدة محلكوت و عدة برامج بتاكو مثال اليوتيل هو باكج فيو سكانر فيو راندوم اللانج هو باكج java نقطة لانج finish اللي بيخلص كباس يمين على الباكج هذا new في عندك الجوة الميدلت و في عندك ميدلت بنختار الميدلت احنا الميدلت بتاع نسميه حطو بس كلمة ماي قبلو عشان نعملو ماي ميدلت 01 و اخر اشي بعدما بتحطو finish اذا كريكو بيسع نعص مرتين على الحلون بيزغروا و بيكبروا اذا بدك الحلون اللي بتكتب فيو تشوفو ع كل الشاشة عص عليه مرتين بدك ترجع يصغر كيف كان و عص عليه كم مرة مرتين بالفرق كيف بدك اغير اسط الخط وترتيب الاسهم الاقواس tool option عشان الخط بتروح على font and colors فوق و انا استاذ عشان كمان طلاب اللي بدي يتعلموا طبعا هون بيكون مختار default تختاروا هون اللغة بالثلف نقاط اختاروا الخط ذاكرين شو اختارنا الطف العاشر ها؟ courier مضبوط اختاروا عشان طلاب الانترنت ميتغلووش زيكو بالفواصل آه؟ courier نيو استاذ courier نيو استاذ سي او يو ار يو courier نيو طبعا نحطوا كبر الخط انتو عنكو حطوا 16 انا بدي احط طبعا اكثر عشان يروع على ال ايداتور خلصتو على ال ايداتور على فورماتينج هون اسا عشان نزبط الاقواس انه بس نعمل دالة او بس نقول له اعمل فورمات او زبط لنا الملف يحط الاقواس بسطر جديد مش بنفس السطر تا عنوان الدالة نعمل فورماتينج بتختاره هون ونقول لانجواجز تختاره جاوا تحتيها بتختاره Prices وهون هي بحكي لكم عن Prices عن الاقواس بكتوب same line مضبوط اكتب new line new line new line اختار new line اوكي كيف يراتب لي اياه كباس يامين كمان اللي بكتب مرات مش مرتب كباس يامين بتعينكو فورمات براتب لك اياه لحاله حسب ايفك انت قررت له بالنسبة الاقواس ملاحظين هذا هو الميدلت اللي مسؤول عن الشاشة كيف يبنكتبه استاذ اكتبه اكتبه display ما نكتب chef d i s اذا control space ورجانا كل المحلكوت اللي فيها بتبلش باول هذول ثلاثة احرف ومين ان display تقدر تحط P طبعا ويختصر لك كمان الرشيما انا بد اختار display طبعا شوفوا لما انا بستعمل هاي الطريقة شو بصير عندي اخترتوا display اختاروا display طبعا شو صار عندي انتبعتوا انه هاي الامبورت هون اشتغلها اوتوماتيك لا لحاله لحاله حتى لو كتبتوا اي محلكة لحاله بيعرف بدون ما انتوا تتغلبوا بالباكيج بالامبورت اوكي بعضي يا استاذ اعملوا space اذا حطينا control space بقتلح لي اسماء اثنين دي اسماء اختار display صغيري لا اختار display صغيري ونقطع فاطل حلو اذا كائن من نوع تكست بوكس كيف نكتب كما مرة تي اي اكس تي بيري اي اكس control space اذا تكست بوكس تي بي الا اختصارات دائم انا مبالشة تي بي من تكست بوكس اي سم اي سم اي سم اي سم اي سم اي بل build كائنات نعمل كيف الكائن ديس بلي الكائن ديس بلي ميوحاد خاص كيف منعمله نكتب ديس بلي صغيري دي اي كنترول سبس دغري بقولك عن المتغير ديس بلي اللي استساويته انتي يساوي